برنامج يحكى أن يقدمه لكم إلياس شويخي أيها الأفاضل أيتها الفضليات تحية طيبة لكم جميعا السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته مرحبا بكم بكل ما في الأرض من أشجار وبكل ما تساقطت عليها من أمطار مرحبا بكم بقدر اتساع المحيطات والأنهار وكذلكم البحار هذه حلقة جديدة من يحكى أننا أهلا بكم يحكى أن رجلا مرضت ابنته الوحيدة ولم يعرف ما بها وعندما ذهب بها إلى المستشفى كتب له الطبيب العديد من الأدوية التي لم يقدر على ثمنها فاتصل بأخيه على الهاتف المحمول وطلب منه أن يحضر له ألف دينار للضرورة وقال له نلتقي بالبيت فأجاب الأخ طلبه قائلا اعطني من الوقت ساعة لأحضر لك المال وبعدها رجع الأب مستحبا ابنته إلى البيت وبينما كان الأب ينتظر وصول أخيه حاول الاتصال به مرة أخرى ليتأكد من حضوره ولكنه تفاجأ عندما وجد الهاتف مغلقا حاول مرة أخرى ثم مرة أخرى لكن النتيجة لم تتغير لا زال الهاتف مغلقا أخذ يحدث نفسه كيف يخذلني أخي ويتهرب مني إن لم أجده في وقت حاجتي فمن أجد لن أسامحه على فعلته أبدا وبينما هو في قمة الحزن والأسى من موقف أخيه دق جرس الباب فتح الباب فوجد أخاه حاملا المال في يده قائلا اعتذر على تأخري يا أخي فلم أستطع بيع هاتف المحمول بالسرعة التي توقعتها إليك المال ولكنك لم تخبرني يا أخي لما تحتاج هذا المبلغ فبكي الأب قائلا سامحني أخي سامحني سامحني فقد أسأت بك الظن كثير منا يتعجل الحكم على الناس في مواقف عديدة وبعدها نندم الندم الشديد لأنه كان حري بين التريث مشاهدين الكرام نستودعكم المولى عز وجل الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر